بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في رحاب سورة المزمل ووصلنا إلى قول الله تعالى وذرني والمكذبين وللنعمة ومحلهم قليلا نحن تكلمنا في الدرس الذي مضى عن قول الله تعالى وهجرهم هجرا جميلة وقلنا ملخص الأمر أنه وهجرهم هجرا جميلة أي أنه لا تعاملهم كما كانوا يعاملونك إنما عامل أو تقبل أو عامل إساءتهم بالإحسان لأنه هذا هو الهجر الجميل أنه لا تقابل من أساء إليك بالإساءة واختلف أهل التفسير في أنه هل هذه الآية منسوخة أم أنها ليست منسوخة فذهب البعض على رواية لقتادة كما ذكر ذلك الطبري والماوردي والقرطبي والرازي ذكروا على أنه قول عن قتادة أن هذه الآية نسخت بالسيف ولكن الراجح كما ذكره أهل التفسير وأهل التحقيق على أن هذه الآية تتعلق بالأخلاق وآيات الأخلاق وحسن الخلق للنبي عليه الصلاة والسلام ليس له تعلق بالنسخ فكما هو معروف أنه النبي عليه الصلاة والسلام على خلقه العظيم فإنه لا يتعلق هذا الأمر بنسخ ما هو من جميل خلقه صلى الله عليه وسلم فجاءت الآية التي بعدها وذرني والمكذبين قول النعمة أي أنه خلي بيني وبينهم وهذا الأمر يقال عندما يكون من هو قادر على أن يكفيك أمرك فيقول لك ذرني وذلك الأمر أي اتركني وذلك الأمر فإني سأكفيك مؤونته كذلك كأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن آذوك وإن يعاملوك معاملة السوء فتركني لهم وخلي بيني وبينهم فإني قادر على أن أجازيهم على هذا الصنيع السيء الذي قاموا به مقابلة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الإمام الراغب الأصفهاني في تفسيره قال والوذر هو على معنى قطعة لحم وسميت وذرا على اعتبار أنها مهملة لا قيمة لها فكأنه ذرني هنا أي أنه كأن المتروك هذا هو من لا قيمة له ومن لا مقام له ومن لا حساب له فكأنه جاءت هذه الكلمة المشعرة بقلة مكانتهم وسوء صنيعهم وعدم احترامهم من خلال هذه الكلمة قال وذرني والمكذبين المكذبين لا شك أنهم المكذبين بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وخصهم بأولي النعمة أي أنهم أن الله أولاهم تلك النعم فكان الأولى بهم أن يقوموا بشكرها وأن يقوموا بحقها ولكنهم قاموا بضد ذلك من الإساءة إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والوقوف في وجه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو أنه كما ذهب ذلك أيضا الماوردي والرازي قالوا أولي النعمة أي كأنه إشعار على أنه الذين اعترضوا ووقفوا في الطريق هم أهل الغنى وأهل المال والترف والجاه وكأنه يعني إشعارا بقول الله تعالى إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى ومنهم من قال أولي النعمة إنما هو تعريض بهم أي أنهم كان الأولى بهم أن يقوموا بشكر الله على هذه النعمة التي أولاهم الله سبحانه وتعالى إياها دون غيرهم من الخلق ولكنهم أخذوا ما أنعم الله به عليهم أداة في محاربة دعوة الله سبحانه وتعالى والنعمة والنعمة كما ذكر ذلك قطرف في المثلث وكذلك ابن السيد البطليوسي في المثلث على أن النعمة هي يعني الحالة والترف والجاه والمقام كله يعبر عنه بالنعمة وجمعها أنعم جمعها أنعم على الصحيح ممن قال أن النعمة تجمع على أنعم والنعمة هي يعني ما يغذق الله سبحانه وتعالى على العبد من طيب المعيشة وطيب الطعام وطيب المأكل والمشرب والمسكن وجمعها نعم جمعها نعم ونعمات أيضا تجمع على هذا والنعمة قالوا هي المسرة والفرحة النعمة وجمعها نعم ولذلك لاحظوا حتى الجموع يعني أهل التفسير ينتفعون كثيرا من قضية الجموع في توجيه بعض المعاني يعني لاحظوا مثلا في قول الله تعالى من باب الانتفاع بالجمع لاحظوا مثلا في قول الله تعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر تجري بأعيننا هنا منهم بعض أهل التفسير قال تجري بأعيننا أي بعيون الماء التي أجريناها لكن التحقيق في ذلك أنه ليس بصحيح هذا الكلام لماذا؟ لأنه أعين الناس تجمع على أعين وعيون الماء تجمع على عيون فلما قال أعيننا ما أراد عيون الماء لأنه جمع عيون الماء عيون وجمع أعين الناس أعين ولذلك لما قال تجرب أعيننا إذن بحفظ منا ومرأة منا وكلاءتنا كما ذكر ذلك البخاري وغيره من أهل التفسير لذلك لاحظوا هنا يعني مرات كثيرة ينتفع أهل التفسير من صيغ الجمع في تفريق في الدلالات المعنى قال أولي النعمة ومحلهم قليلا ومحلهم المهل هو التأودة والسكون التأودة والسكون كما ذكر ذلك الأمام الراغب وكذلك السمي الحلبي وغيرهم والفيروز أبادي قالوا أنه محلهم قالوا يعني كما يقول الرجل لأخيه يقول محلا أي رويدا أي تمحل في ذلك فمحلهم قليلا كما قال تعالى فمحل الكافرين أمحلهم رويدا فمحل وأمحل الصيغتان كما ذكر الأزهري في معاني القراءات منهم من قال على أنها على معنى واحد منهم من خالف بين المعنيين ومنهم من قال محلهم أي أنه أتركهم واترك حسابهم على الله سبحانه وتعالى فإن الله سيتولى ذلك الفعل الذي فعلوه وشنيع ما صنعوا فإنه سيجازيهم بما فعلوا جزاء عظيمة قال ومحلهم أي أتركهم وعليك بالسكون والتأودة والراحة مما فعلوا لأن الله سيجازيهم على فعلهم هذا فإن كان الله هو المجازي فلذلك كان النبي يترك هذا الأمر لله وهو كما هو معروف من خلقه صلى الله عليه وسلم فإنه إذا كان أي شيء يجري للنبي عليه الصلاة والسلام في أمر نفسه فإنه كان يسامح ويتجاوز عن ذلك من باب الحلم ومن باب الكرم لا من باب الضعف حاش النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا تخطى الأمر أو وصل الأمر إلى أمر من حدود الله فإنه كان يغضب غضبا شديدا لحدود الله ولأمر الله وهذا معروف من السنن ومن السير فالأحاديث كثيرة في ذلك فهنا يقول الله سبحانه وتعالى للنبي ومهلهم قليلا وكما قلنا هذه السورة أيضا فيه إشارة إلى الدعاة وإلى من يقوم بأمر الله على أنه يتقبل من الناس لأنه في الناس من فيهم من السوء من ربما يقف عثرا في طريق الدعوة فلا يكون أمثال هؤلاء هم أداة للصد عن سبيل الله وأداة للرجوع عما أراد الله سبحانه وتعالى مما أوص به نبيه صلى الله عليه وسلم قال ومهلهم قليلا وهنا اختلفوا في القليل ما هو المراد من هذا القليل قالوا إما القليل أنه يمهلهم حتى تنتهي الدنيا إلى يعني انتهاء الدنيا ومنهم من قال القليل أن المراد بها نهاية آجالهم كما ذكر ذلك الماوردي ومنهم من قال أن القليل المراد به إلى حين معركة بدر كما ذكر ذلك القرطب والرازي وتقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت هذه الآية يعني ما مضى وقت كثير حتى وقعت بدر الكبرى وكان ما وعد الله سبحانه وتعالى من الجزاء لهؤلاء العتات الطغات هم الذين يعني جازاهم الله بما فعلوا وفاتنا أن نتكلم عن أولي النعمة من هم هؤلاء على الخصوص منهم من قال هم المطعمين العشرة الذين تكفلوا بإطعام من خرج من قريش في غزوة بدر وحتى يذكر القرطب يقول وكان العباس رضي الله تعالى عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام من أحد العشرة الذين كانوا قد أنفقوا للخروج في غزوة بدر ضد النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من قال على أن أولي النعمة هم هو بيت آل المغيرة الذين تكفلوا بجزء كبير من إعداد الخروج ليوم بدر ومنهم من قال أن آل المغيرة كان لهم دور كبير في قضية محاربة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال عن بعض السلف قال أخبرت أن الذين تكفلوا بالإطعام كانوا 12 رجلا والمهم المراد بهم أنهم أهل الجاهي وأهل السلطان وأهل المال الذين تولوا محاربة الدين سواء كان في معركة بدر أو محاربة الضعفاء من المسلمين الذين أسلموا في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومحلهم قليلا أي محلهم إلى انتهاء آجالهم إلى انتهاء آجالهم أو إلى وقعة بدر كما ذكرنا عند أهل التفسير ثم بيّن الله سبحانه وتعالى ما أذا أعد لهم على هذا الإمهال أي أن هذا الإمهال لن يتركوا سدى دون أن تكون هناك العقوبة الرادعة التي سيقرعها الله سبحانه وتعالى عليهم قال إن لدينا أنكالا وجحيما إن لدينا أي أنه ما عند الله ما أعده الله لهؤلاء الكاثرين وهذا من باب التحكم بهم لأن عادة الإعداد وتهيئة الشيء تكون للضيف المرحب به تكون للكريم تكون لرجل عظيم الشأن أن يستقبل بحفاوة وعطاء وغير ذلك لكن الله سبحانه وتعالى أراد الاستهزاء بهم فقال إن لدينا أنكالا وجحيما إن لدينا وعددنا لكم وهيئنا لكم أنكالا وجحيما والأنكال يعني هي من منظومة القيدة التي تأتي في القرآن الوثاق والقيد والغل والأنكال فكلها على هذا المعنى لكن النكل له خصوصية خاصة ومنه النكال ومنها نكل في يمينه وغير ذلك من الألفاظ التي سنبين معناها فالنكل في أصله هو المنع المنع والنكال هي العقوبة العظيمة التي إذا سمع الرجل بها سمع بها أحد امتنع أن يفعل فعل ذلك الذي وقعت عليه العقوبة هذا بالنسبة لمعنى النكال وهذا ما ذكره الفراء وذكره جمع كبير من أهل التفسير قالوا إن لدينا أنكال وجحيم وهنا قالوا أنكال إما على معنى قيودا كما ورد عن السلف وقالوا إما أنكال على معنى الأغلال ولذلك قال الحسن البصري قال أتعلمون أن الله سبحانه وتعالى جعل الأنكال في أيدي وأرجل الكاثرين حتى لا يهربوا من النار إنما أن نكله وفيه معنى الثقل وفيه القيد فكلما أرادوا أن يتحركوا ويعتلوا في حالهم استفلوا بتلك القيود فكأن فيها معنى زيادة عن معنى القيد والغل أن فيها معنى الثقل الذي يجذبهم إلى قعر جهنم أعاذنا وعاذكم الله وقد ورد أن الأنكال هي قيود من نار يقيد بها أهل النار قال إن لدينا أنكالا وعقوبة رادعة فإنه من سمع بالأنكال وسمع بما عده الله للكافرين والمكذبين وللنعمة فإنه هذا شيء عظيم والمعد هو الله سبحانه وتعالى لهم لهذا الأمر قالوا أنكالا وجحيما وجحمة والجحيم ما أخذ من الجحمة والجحمة هو تأجج النار وجحمة وجهه إذا تأجج غضبا قال أنكالا وجحيما قال الإمام الرازي إن الله سبحانه وتعالى أعد لهؤلاء الكاثرين عقوبة عظيمة حيث قال أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما هذه أربع عقوبات قال الإمام بن عاشور في التحرير والتنوير قال وإنما نكرت هذه الألفاظ للدلال على عظم العقوبة التي ستقع عليهم لأننا قلنا كما ذكرنا سابقا قلنا أن النكرة قد تأتي ويراد منها التعظيم وقد تأتي ويراد منها التقليل كما في قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر فجاءت كلمة سلام نكرة وأراد بها الله سبحانه وتعالى السلام العظيم الذي يتناسب مع ليلة القدر وقد تأتي النكرة ويراد منها التقليل كما في قوله تعالى مثلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فجاءت ليلا نكرة وأريد بها تقليل وقت ذلك أو زمن ذلك الليل الذي أسرى به النبي أو أسري به النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت عذابا أليما أي إضافة إلى الأنكال والجحيم والطعام هناك عذابا وجعلت كلمة عذابا نكرة في معنها وفي صياغتها فعذابا جاءت نكرة معلومة وكذلك ما هو العذاب المراد من كلمة عذابا أيضا جاءت نكرة على اعتبار أي نكرة المعنى المقصود لبياني أن هناك أضف إلى ما ذكرنا من هذه العقوبات الشديدة والعذاب العظيم أو العقوبات التي ذكرناها لكم هناك لهم أيضا عذابا أليما ويعني نكر هذا العذاب الأليم حتى يبين عظم ما سيقع على هؤلاء الكافرين قال وجحيم وطعاما والطعام حقيقة يطلق على ما يعني يستطعم به الإنسان ويجد له طعما وقد يطلق الطعام أيضا على الماء أيضا قال ومن لم يطعمه فإنه مني قالوا هنا الطعام كيف هل يطلق على الماء طعام والماء شراب وليس طعاما قال أنه هذه كانت من حية لبني إسرائيل لما أرادوا أو لما خرجوا لمقابلة جالوت قالوا أنه الله ابتلاهم بنهر فالله سبحانه وتعالى أراد الامتحان لهؤلاء والصبر لهؤلاء فهم خرجوا ألوف ولكنه بعد الغربال والتصفية من الله سبحانه وتعالى لم يبقى منهم كما ورد في بعض الآثار إلا ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا على عدد الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر الشاهد في القصة أنه لما خرجوا ابتلاهم الله بنهر فقال ومن لم يطعمه فإنه مني قال أنه لأن اليهود حرم الله عليهم أن يشربوا من ذلك الماء إلا غرفة من الماء فقال لما وصلوا هناك وقع في ذهنهم أنهم يحتالوا على أمر الله فقالوا نأكل الطعام نأكل الطعام ونشرب الماء مع الطعام فمن شرب الماء مع الطعام يكون على معنى طعم الماء وليس على معنى شرب الماء فالله سبحانه وتعالى منع عليهم الحالين لا يشربون الماء ولا يشربون الماء يعني شربا ولا يشربونه مع الطعام طعما فحرمه عليه قال وطعاما الطعام هو ما يسترد به الإنسان مما جعله الله لخلقه قال وطعاما ذا غصة والطعام لا يكون غصة إنما الطعام يغص به إذا كان يبسا خشنا سيئا ولكن جعل الطعام ذا غصة أي طعام خاص طعام يغصون به كل ما أخذوا منه لقمة كما قال تعالى يتجرعه ولا يكاد يسيقه الطعام ذا غصة قالوا والغصة هي الشجأ وهو ما يقف في الحلق من عظم أو لقمة يابسة أو خبز يابس تعترض مجرى الطعام فهذا يسمى غصة وجعل الله سبحانه وتعالى أنه طعامهم الذي سيأكلون ويجبرون عليه في أكلهم أنه في غصة يتغصصون في كل لقمة يأكلونها عذابا أليما شديدا فيما يعني كانت لهم النعمة في الدنيا ولاحظوا الله سبحانه وتعالى ما ترك نعمة من نعم الدنيا إلا وجعل لها جزاء في الآخرة أو حتى جزاء في الدنيا لا يتصور الإنسان أنه يأخذ من نعم الدنيا ولا يؤدي ثمنها الثمن المطلوب من المسلم عندما يأكل طعاما طيبا أن يشكر الله ويحمد الله سبحانه وتعالى على ما أولاه من تلك النعمة ولذلك إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكل أو شرب الشرب أن يحمده عليها لكن هؤلاء الذين أخذوا من نعم الله وانتفعوا مما عطهم الله من مال ومن جاه ومن مقام ومن عبيد وخدم ومع ذلك كان همهم هو الوقوف في طريق الدعوة ولذلك جازاهم الله بحرية ما كانوا يتصرفون به في الدنيا بالأنكال والنعيم الذي كان يخدمه الخدم بالتبريد عليهم والترويح عنهم من حر الدنيا قابله بالجحيم وقابلهم بالطعام الهنيئ الذي كانوا يأكلونه ويستمرئون به ويتنعمون به في الدنيا بالطعام غصة وجعل هناك العذاب الأليم هذه زيادة كما قال الله سبحانه وتعالى المؤمنين والذين أحسنوا الحسنة والزيادة جعل أيضا الذين أساءوا العقوبة والزيادة والزيادة لا تكونوا عما فعلوا لأن الله قال جزاء وفاقا ولكن الزيادة تكون في تلوين العذاب كما ذكر ذلك الإمام الرازي في قول الله تعالى جزاء وفاقا إلى أن قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب قال لا يتكون زيادة إلا خارج الوفاق وإن كانت وفاقا فلا تكون زيادة وإن كانت زيادة فليس وفاقا فكيف جمع الله سبحانه وتعالى بين أنها كانت زيادة وكانت وفاقة فقال أنه تلوين العذاب عليهم أن يكونوا من حال إلى حال فهذا التلوين بالنسبة لهم هو الزيادة وليس هناك زيادة إنما كانت جزاء وفاقة لذلك يذكر أيضا بعض أهل التفسير يقولون مثلا ألم الساق ليس كألم السن وألم السن ليس كألم الرأس فلكل ألم هو ذوق ومذاق خاص وعقوبة أو ألم خاص يختص به وكله يسمى عذابا أليمة قال وطعاما ذا غصة وعذابا أليمة والعذاب قلنا هو الحبس والمنع وقد ذكرنا اشتقاق اللفظة وعذابا أليمة أي مؤلما لأن قد تأتي فعيل على مفعول وفاعل وقد ذكرنا أمثال هذا كثير قال وعذابا أليمة أليمة متى سيكون أو متى ستكون تلك العقوبة التي سيكون لديهم الأنكال والجحيم والطعام غصة والعذاب الأليم متى ستقع كل هذه الأحوال لهم قال يوم ترجف الأرض يوم ترجف الأرض أي ذلك الموعد الذي حدده الله سبحانه وتعالى حدده الله لهم أن تقع لهم تلك العقوبة إما في ذلك اليوم العصيب الذي وعد الله سبحانه وتعالى به وهو يوم القيامة وإما أن يكون أن هذا يكون لهم في قبورهم وإما أن يكون له في حال آخر في الدنيا كما وقع لهم عندما وقعوا في قليب بدر وخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام أني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدت ما وعدكم ربكم حقا هذا كله ممكن أن يكون يعني العقوبة تقع عليهم في حال موتهم لأنه كما هو معروف من مات فقط قامت قيامته قال يوم ترجف الأرض ترجف الأرض الرشفة هو الإضطراب والحركة وترجف الأرض أي تتحرك الأرض وقال ترجف الأرض بصيغة المضارع بينما قال وكانت الجبال كثيبا مهيلة كانت على الماضي قال وذاك لتحقيقي أن الأمر لما كان الأمر واقعا لا تغيير له لا تغيير لأمر الله كانت بحكم الأمر الواقع فأخبر عنه بالماضي أما الرشف الأرض فعبر عنه بالمضارع للدلالة على أنه هو حالة متجددة متكررة ستكون في ذلك اليوم العصيب وترجف الأرض والأرض والمراد منها جميع الأرض لا يوراد منها مكانا واحدا ولذلك الله سبحانه وتعالى لما عاقب بعض الأقوام السابقة بالرشفة والصيحة وغير ذلك إنما كانت هذه أو قلنا الصيحة هي تؤدي للرشفة كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن بعض الأقوام الذين أهلكهم من قبل قال يوم ترجف الأرض هذه الأرض التي جعلها الله مستقرا وجعلها ذلولا فمشوا في مناكبها وجعلها مهادا وجعلها بصاطا وجعلها فراشا وطأ الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يسير عليها آمنا مطمئنا في ذلك اليوم يزيل الله سبحانه وتعالى أمنه عن تلك الأرض واستقرارها في ذلك اليوم ترجف الأرض رشفة عظيمة ترجف الأرض رشفة عظيمة حتى تضيع جميع معالم الأرض فلا يبقى عليها معالم والجبال البعض ربما سيقول هي إذا رجفت الأرض سترجف الجبال فما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر الجبال وفصل فيها فإذا هي يعني رجفت الأرض سترجف الجبال فما الحاجة إلى ذكر الجبال على التخصيص كما قال وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة فإذا هي حملت الأرض ستحمل الجبال أيضا معها فما الحاجة إلى التخصيص أو لهذا التفصيل وآيات كثيرة يذكر القرآن فيها يعني بعض التفصيل من ذكر الأرض أو ذكر الجبال وقال الأهل التفسير في الجواب عن ذلك أجوبة كثيرة منها قالوا أن الجبال هي أعظم المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى على الأرض فيثابتة مستقرة وكما ورد في بعض الآثار عند الطبري عن ابن عباس قال أن الله لما خلق الأرض أخذت تختلج وتهتز كما يختلج لحم الجزور فألقى الله عليها الجبال فسكنت فهذه الجبال التي قال الله عنها والجبال أوتادة التي هي مغروسة في الأرض مثبتة للأرض هذه ذكر الله أنها ترتجف وجعلها لثباتها ولعلم الناس أنها هي ثابتة في الأرض جعلها ترتجف ما الفائدة إذن من السؤال في قضية ترجف الأرض والجبال قال أهل التفسير التفصيل في مقام العذاب تهويل وتعظيم والتفصيل في مقام النعم بيان لشكر الله والدعوة إلى شكر الله في ذلك لذلك لما ذكر الله يوم ترجف الأرض والجبال إنما أراد دعوة الناس وبيان عظم ذلك اليوم خاصة لمن لم يعد إعدادا لذلك اليوم إعداد يلقى الله سبحانه وتعالى فيه نتوقف إلى القدر إن شاء الله على أن نكمل معكم في الحلقة القادمة إلى ذلك الموعد نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر